يا اهلا بيا حضراتكو سابق ان احنا اتكلمنا في فيديو سابق على ماكينة جيلت اللي هي الماكينة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي عودة لإطراز القديم لاللي هو الحديد والامواس وده انا من الحاجات اللي انا بحبها على المستوى الشخصي لانه مش بس للبيئة والمجتمع لحاجات البلاستيك دي بتدمر البيئة يعني وبتستهلك لا كمان ارخص بكتير انت بتستخدم يعني امواس الحلاقة بتفضل معاك هائموس وتعطي حلاق بياها على طول الحقيقة التجربة بعد اكتر من مدة يمكن لما عملت الفيديو اللي انا كنت لسه بستكشف العلبة لكن التجربة حتى الان مرضية بالنسبة لي ليه لانه انا شخصيا كان عندي هنا التهابات لما هاجي بحلق لان مش بحلق ده اني كاملة ولكن لما كنت بحاجة اعمل الجزء ده كان بحس بالتهابات شديدة وهنا دم وهنا دم لان كنت بستخدم مكان آآ لا يزال لورد والآخره ولكن لما جيت استخدمت دي لأ بصراحة كانت افضل بكتير حسيت انها لانها كان عندي حساسية فحسيتها اروح وألطف بكتير طبعا مفلت لا يعني بالراحة كده لو عملت كده هتلاقي الدنيا لطيفة ولزيزة كده لكن ما يفعلش ان احنا نفصل ده عن حاجة تانية وهي امواس الحلاقة الحقيقة الامواس بتلعب دور مهم جدا انا بس بجيب لكو الامواس اللي موجودة انا الحقيقة شخصيا بستخدم الامواس الخاصة بي ناست والحقيقة هي افضل تجربة اداء جربتها هي تبعة جيلت برضك واستخدمتها وكانت عظيمة جدا 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 انا بس عشان حاططها في علبة اهو اللي هم ناست دول قدام حضراتكو اهو دول دي ناست وده اللي هي كانت جيلت بسموها لندن بريدج او كوبريدج لندن يعني دي للاسف سيئة جدا اه للراحية اللي جامد لكن ناست واحدة من افضل 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 الامواس اللي استخدمتها الميزة كمان انك ما بتستخدمش انا الشخصيا ما بستخدمش الموس كامل فانت على طول بتعمله دي شفتها عند الحلاقين بتروح جابها بهذه الطريقة وتروح عمل كليكنج كده اهو تلوف عملها ازاي وبتروح اصفها بتروح طالعة قدام حضراتكو نص فبتستخدم نص فقط وبكون الدنيا بالنسبة لك واضحا في نقطة عاوزة اكد عليها وانت بيتحط الموس حاول انك تيجي تحط الموس تدخله بشكل كمان طبعا نحطه بالورقة بس عشان ورقة ما يجي استخدمها ببقى فيها زيت علشان احتفظ بيها ولكن لما تيجي حاول انك تدخل الموس بتحك بشكل كامل عشان تتأكد انها دخلت بطريقة مصبوطة نقطة كمان مهمة عجبانة في الماكينة دي هي المناطق اللي هي زي هنا مثلا الشعر اللي بيكون هنا في الوجن مثلا كنت survey عاني لما باجي باستخدم مكن تاني ممكن يعوّر منطقة القوزن او الحاجات دي كلها لكن هنا انا على طول اروح عامل الجزء ده كده بيشيل طبعا الشعر اللي هنا وانا عندي قرية دي الماكينة اللي جوه هنا وبشيل الشعر اللي بيبقى موجود هنا بيبقى عندي بشيل الحاجات دي بتبقى طبعا منظر مش افضل حاجة لما بيكون هنا فيه كرة شعر فما بيكونش افضل حاجة. انا شخصيا كل بعملهم بعمل هنا وبعمل الاجزاء دي وبعمل الاجزاء دي وبشيل هنا وبعمل هنا بشيل الشعر اللي نازل على ادقان. كل ده كويس جدا. لكن الجزء اللي ما كانش كويس بالنسبة لي عشان ده انتقلة ها هو الجزء اللي هو بيبقى هنا. اللي عارفيني الاجزاء اللي بتبقى هنا دي. انا دي بالنسبة لي ما كانتش مرضية جدا. ليه لانه لاحظت يعني هنا ممكن مسلا بتكون بتشيل كواس. لكن المنطقة دي بتحس برضك ان لسه فيها شوية آآ شعر. بقيت تعمل كده تاني وتالت ورابع علشان لغاية لما تتشاله برضك مش بافضل شيء. لكن عاوز اقول لكم لا يعني بالمخرنة مع الدم اللي كان بينزل مع المكان التاني الحاجات دي كلها لأ سيفتي عالي جدا حماية عالية جدا وفي نفس الوقت بصراحة لأ يعني لزيزة استمتعت جدا بيها وفي نفس الوقت خلت الواحد يحب فكرة ان هو يدخل يحلق. انا كنت بشيل دايما هم انه آآ هحلق وفي دم وفي الاخر ولكن مع ده بصراحة الدنيا كانت بالنسبة لي كويسا. ده مش اعلان دعاء الليلت ولا اي حاجة لا انا استخدمتها بهذه التفاصيل. طبعا هي سعرها مش رخيص. هي تقريبا ممكن توصل لسبعمائة. انا كنت واخدها كان على احدى المواقع. وكانت نازلة بربعمائة واشتريتها ساعتها بربعمائة. لكن دلوقتي ده ما كانش موجودة وكان دسكاونت الفترة معينة. فخلي بالكو. آآ انت ممكن تجيبه. ولكن هي استثمار نوعا ما ده ما قلت لحظة كويس. لانه انت لما بتجيب حاجة مسلا ان اقول بتجيبها بآ الماكن ده يعني احسب الماكن البلاستيك ده جيلة ده اللي اصفر او اللي ازرق. يعني كمية كبيرة وبتاخد منك وقت وهكزا. والحالة اما اتكلمت مع احدى زملية قلت له كتبان صاحبية قال لنا ده انه متنتشة وخفية. يعني هو عارفين البدء ده ان اللي هي الخفيفة خالص دي. فهو اللي انا بجيب ماكنة بتقعد معي آآ شهر. فده بالنسبة له حاسبها بحسبة مختلفة. ولكن اما اتكلم على واحد بيحلق كل يوم. خاصة كمال لو في ناس بتحلق ده انها كل يوم آآ زابط مثلا او شغال آآ في السيكوريتي او هو بيحلق ده انه يعني اي مكان. لا جربوا. هتكون بالنسبة لكو كويسة جدا. آآ وهتساعدكو كتير جدا انكو تزبطوا نفسكو وتكونوا بافضل شيء. والاجمل انك بتستخدم خاصة كمان لو عنده حساسية وفي الحر والالتهابات. نصيحة مرة يستخدمه ناسة. لانها افضل آآ موس حلاقة. تاني حاجة لما تيجي تحلق حاول انك بالراحة وتاخد وقتك وتكون الدنيا بالنسبة لك كويسة. انا بستخدم كمان منتج آآ تاني هو آآ انجرام وهو مريحني جدا ولزيزي خاصة لنزرق. مش اللي اخدر ده لانه بيحرق. ده كمان لزيزي جدا. فانت بتحط شوية صغيرين وبتدور بتلاقي الدنيا كويسة جدا جدا جدا. وهزي هي تجربتي مع شلت بشكل كامل. آآ يعني المناطق الخاصة نوعا ما برضا كويسة علشان برضا لو حد عاوز يسأل لو عاوز يجيب حاجة تاني للمناطق الخاصة او الحساسة نوعا ما كويسة برضا كويسة جدا. خاصة لو انت هتشيل الشعر اللي هنا الشعر اللي هنا كمان هتلاحز انه مفيش التهابات. في ناس تقول لك لأ انا بحيب اتشيل الشعر مسلا بالماكنة. لكن يفضل ماكنة لها الحلال اللي هي التلزيب يعني ما بيشلهاش بالماكن. ولكن يفضل كل فترة كده تشيلها بحاجة فيها آآ آآ مواسعة علشان تشيل الجلد الميت وعلشان دايما تنظف هذه المنطقة. آآ ربنا وفاك وكتبه كل خير بازن الله. انا طبعا ما استخدمتش اللي مواس اللي جاية معاها اللي هي آآ لسه ما استخدمتهاش بصراحة لان هي تقريبا الخامسة بمية جنيه. يعني واقفين بخامسة بمية جنيه. انها بتتبع الخامسة بمية جنيه. فانا بالنسبة لي يعني اللي هو يعني انا اقول تجرب بالعادي يشوف هاليا ترى هتمشي ولا لأ. فانا ست افضل حاجة. اللي هي تقريبا الخامسة بعتنشر جنيه او باحداشر جنيه. او ايه محدش يقول لي انت رغاي. وربنا يكتب له كل خير. بازن الله تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد.